لقاء لقيادات السلطة المحلية بحضر موت وشخصيات وقوى اجتماعية وسياسية ومرظمات مجتمع مدني يهدد بإيقاف إنتاج النفط ما لم تنفذ الحكومة ما أسماها بالمطالب العاجلة لبحث أوضاع المحافظة وملفاتها الملحة وفي مقدمتها الكهرباء التي تعيش انهيارا غير مسبوق في ظل صيف ساخن فاقم معاناة المواطنين والتحديات التي تواجه مؤسستي الكهرباء أبرزها انعدام المازوت والديزل وارتفاع المديونيات عليها حول الانفلات الأمني الذي تعيشه مديريات وادي حضر موت دعا لقاء لسرعة الإجراءات الكثيلة بتمكين القيادة الأمنية بالوادي والصحراء وتنفيذ توجيهات الرئيس هادي باعتماد تجنيد ثلاثة آلاف فرد لتغطية الفراغ الأمني وتبديد الفوضى التي يعانيها الوادي منذ سنوات رمى الحاضرون الكرة في ملعب الحكومة التي وصفوها بالتلكئ عن انتشال أوضاع المحافظة وخدماتها وعدم الإيفاء بالتزاماتها ففي حين ترفض حضر موت موازنة الدولة من حقولها النفطية يعاني أبناؤها غياب الكهرباء بسبب عدم المحروقات وللضغط باتجاه تنفيذ المطالب دعا الاجتماع الذي تصدره وكيل أول محافظة حضر موت عمرو بن حبريش كافة الجهات المرتبطة بالعمل في شركة بيترو مسيلة إلى عدم ممارسة أي مهام ملوحا بتوقيف انتاج النفط من حضر موت إذا لم تتم الاستجابة للمطالب ويتم تغيير إدارة بيترو مسيلة عاد بن حبريش من عدن بعد أن التقى التناقضات هناك الحكومة الشرعية وقيادة الانتقالي الجنوبي ممثلة بعيد روس الزبيدي المحافظة الآن تمر بوضع حرج جدا من حيث الوجود للكهرباء عاد حاملا لافتة التصعيد التي بدت أنها منقوصة الإجماع في ظل غياب المحافظ عن البلاد وبعد مقاطعته مرجعية قبائل وادي حضر موت أكبر تكتل قبلي في الوادي والتي اعتبرت اللقاء غير شرعي وليس له راع رسمي وأن الدعوة جاءت باسم مؤتمر حضر موت والذي تتحفظ المرجعية على طريقة تشكيله منذ البداية ترجمة نانسي قنقر